نظمت تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا بعنوان مفوضية مكافحة التمييز وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني تناول صالونا مناقشة الأثر النفسي على الشخص الذي يتعرض للتمييز بالإضافة إلى تربية النشأ على احترام التنوع البشري وتقبل الآخر فضلا عن جهود الدولة في مكافحة التمييز الدستور زي ما كلنا عارفين هو الوثيقة اللي بتوضح نظام الحكم في الدولة وبتضع خطوط واضحة لكافة الموضوعات القيمة الحريات التعبير عن الرأي علاقة الدولة بالمواطن كل هذه الأمور من أول دستور مصر شهدته دستور حديث في عام 1923 وحتى اليوم كافة الدساتير أشارت إلى مسألة المساواة ربما لم تكن قضية عدم التمييز تذكر صراحة في الدستور القديمة لكن كانت هناك إشارة واضحة وإصرار دائم من كافة وضع الدستور على فكرة المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وعدم موجود تمييز على أي أساس سواء كان الجنس أو اللغة أو الدين أو أي أمور عرقية أو حتى لغوية عندنا دستير من أول سنة الثلاثة وعشرين وجرت العادة دائما على أن الدستور بيضم مبادئ بتحدد العلاقة بين المواطن وبين النظام القائم أو بين المواطن والسلطة وبالتالي دائما لأن إحنا لو استرجعنا وده السبب اللي إحنا بنقول إن كل الدستير زي ما أوضح الدكتور بيشير بتنص على مبادئ أساسية وهي العدل والحرية والمساواة وعدم التمييز وهذه مبادئ موجودة في كل الدستير لأن فكرة الدستور أساساً كانت نتاج لنضال طويل من أجل العدالة والمساواة التمييز يعني استبعاد مفيش حد في الدنيا أبداً بيحب إن حد يستبعده أو يهمشه أو يقلل من دوره وده بيعمل عملية من الإحباط الإحباط النفسي وإن أنت تستبعد كإنسان بغض النظر عن أي حاجة تانية سواء أنت كنت مختلف معي في الجنس في النوع في اللغة في العقيدة ده بيؤدي إلى التشوهات نفسية وإلى إضرار بدوري اجتماعي وإضرار بحالة النفسية وده بيشويه كمان الدور اللي أنا بعمله لو عايزين نتكلم على قانون ناجح لإنشاء مفواضية عدم التمييز لازم نتكلم عن مجتمع ممهد لمثل هذا لازم نتكلم عن تضافر جهود لازم نتكلم عن دور مجتمع مدني إزاي بقى موجود لازم نتكلم عن دور إعلام لازم نتكلم على مشاريع قوانين لازم نتكلم على جلسات استماع من أجل رصد شكاوى وأشكال عدم تمييز عشان يبقى عندنا أمبرلة كبيرة نقدر من خلالها نطرح مثل هذا القانون الهين فأنا أعتقد إن إنشاء المفواضية أمر مهم جدا ولكن قبل أن يكون هذا الأمر من المهم نبدأ أن يلاقي في نفس الخط مجتمع ممهد لصدور هذا القانون ترجمة نانسي قنقر